اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غزوة الطائف هي امتداد لغزوة حنين وذلك ان معظم فلول هواز فروا من حنين وتحصنوا بالطائف وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وحاصرها واشتد الحصار لكن من دون جدوى لقوة حصونها ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه انه لم يؤذن له بفتح الطائف ثم اخبر الناس برؤيا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وترك الطائف فقال المسلمون ادعوا الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدث قيفا واأتي بهم متفق عليه غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها الى الجعرانة وفي الطريق لقيه سراقة ابن مالك رضي الله عنه واعلن اسلامه بين يديه